السلام عليكم ورحمة الله معاكم اسامة من قناتكم جاسمي زون ازايكم افندية رجعنا تاني بموقع جي بي تي يعني ايه موقع جي بي تي يعني دي المواقع زي المواقع الامريكية اللي هي بتديك على الف بوينت واحد دولار موقع النهاردة تخيل ان احنا تكلمنا عنه من اكتر من تسع شهور يعني اكتر من تسع شهور والموقع مازال شغال وبيدفع وتمام التمام والدنيا معا زبادي في الخلاط النهاردة انا هوريك ان انا في الفترة اللي فاتت اللي انا كنت فاضي فيه هدية سحبت منه تلاتين دولار موقع النهاردة بدون شروط بدون ممنوعات تقريبا كده بازن الله هيبقى كل حاجة مسموحة بس في حدود هقولها لك جوة لو عايزت يعرف انا اشتغلت عليه ازاي اول مرة وصحبت منه والتاني مرة وصحبت منه وليه الموقع مازال شغال وازاي تشتغل عليه صح كمل معايا الفيديو لغاية الاخر بس قبل ما نبدأ برضو بننساش الناس اللي موجودين معنا جوة دايرة دول اللي مازالوا موجودين لغاية لحظة تصوير الفيديو اللي وصلنا معاهم لاربعة وتلاتين الف ربعمية اربعة واربعين قلت الدعم كانت كبيرة جدا من فترة اللي فاتت تقريبا ما فيش دعم من المشتركين ومشاهدات الفيديوهات بس انا برضو مستني طفرة الدعم الكبيرة اللي ان شاء الله هتيجي منكم سواء اذا كانوا الموجودين جوة دايرة حاليا او اللي هيبقوا متواجدين معنا الفترة اللي جاية لان احنا دخلين على منعرج كبير جدا في القناة في موضوع كبير جدا هنبدأ ننفذه في القناة ان شاء الله هيكسبكو كتير جدا 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 خلينا ما نتكلمش عنه دلوقتي ونخش على الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وبينا على الفيديو بصة سيدي الموقع بتاع النهاردة ارناتور او ايرتور دا كنا تكلمنا عنه زي ما قلت لك كده من فترة كبيرة جدا انا جمعت فيه تلاتين الف تلتمائة تلاتة وسبعين فيه كان عندي هنا متين اتنين وتلاتين او تلاتة واشين حاجة زي كده انا ستقول لك اعم ده انت بتجمع من الرفرال مش عافية ايزا ما انت شايف انا سحبت خمستاشر في خمستاشر انا ما بجمعش من الرفرال لاي حاجة لان لو تفتكر او لو انت اشتغلت على الموقع عامل كده او لو هتشتغل عليه دلوقتي الرفرال الواحد ببوينت يعني ولا كأنه جه تمام ادي عندنا الرصيب بتاع البي بال تمانية وتمانية وعشرين دولار تم تلاتين سنت نظرا لان البي بال دلوقتي بقى عامل زي جوجل كل ما اجي اصور باجي اخش على القائمة الداخلية ما بيرضاش يطلحها في التصوير بيديني شاشة سودا فما عافش لي يعني فاحنا هنجيبها هي من الرسائلة هو اطلقت طلقات المدفوعات من ايرن تور زي ما انت شايف ايرن تور بعت لي تلاتين دولار خلينا ما نضيعش وقت كتير ونخش على الموقع بصة سيدي اولا انا مشغل دلوقتي الموقع وانا داخل بفي بي ان الفي بي ان اللي انا اشتغلت عليه هتلاقيه موجود عندك في الرابط اللي موجود تحت هيوديك للمدونة هتلاقي فيها رابط التحميل رابط التسجيل في الموقع ورابط الفي بي ان اللي انا اشتغلت عليه والسيرفر اللي انا دخلت عليه سيرفر معين هو اللي هتقدر تخش عليه لو عايز عروض اد جيم هتسمع معاك هتلاقييني كاتب لك انك رقم السيرفر انت كل اللي عليك انك هتخش على الفي بي ان وهتخش على السيرش اللي هي على العلامة تاعت العدسة وهتكتب رقم السيرفر اللي انا كاتبوله هناك مباشرة هيدخلك على السيرفر الوحيد اللي هتلاقيه مس بالرقم دوت. وبالتالي هتقدر تشتغل عليه. اشتغلت على المملكة المتحدة. آآ هنخش مع بعض هنا الاول نشوف قبل ما نبدأ بتاعي عبارة عن ايه? خلينا نخش هنا نشوف اه اه بتاعنا هنا دونا عن شركات كتير او مواقع كتير. هنا موفر لك اول حاجة موبايل ريتشارج. ده ما بنوالوش علاقة بفوضافون كاش او اولنج كاش او او الى غيره. هو بيوفر لك رصيد. انت كل رصيد مكالمات. يعني مسلا بيتخط لك مسلا خمسين مية متين تلتمية خمسمية جنيه مكالمات. رصيد آآ تليفون. كل اللي عليك هنا انك هتخش هتختار الدولة اللي انت منها وبناء عليه مسلا هنختار زي ايجيبت مسلا بما ان احنا في ايجيبت. طبعا برضو بتوع الجزائر هيختاروا الجزائر بتوع تونس هيختاروا تونس. هنا زي ما انت شايف هو بيديك مسلا ادصالات فودافون طبعا للجماعة بتوع المغرب وتونس والكلام من ده هيديهم آآ الشبكات بتاعتهم طبعا. هنا هوات هو بيقول لك انت عايز كام? هنا الخمسة جنيه بيبدأ من اول خمسة جنيه ربعمائة وتلاتين نقطة ربعمائة وتلاتين نقطة دول هتجيبهم في نص عرض. مش في عرض كامل كمان. عشرة جنيه عشرين جنيه معاك لغاية متين جنيه محتاجين ستاشر الف ربعمائة وعشرة نقطة. طيب خلينا الاول نخلص الموضوع الاتصالات دوت. بعد كده هنشوف هنا العروض التانية عندنا باب جي موبايل وعندنا فري فاير وعندنا وعندنا موبايل فليجاند وعندنا جوجل بلاي وعندنا بطاقات ايتونز. عندنا رصيد رازل جولد اللي انا قلت كويس جدا جدا في شحن اللعبة وانا بشحن منه للناس اللي بتفوز معانا. نفس الكلام برضو رصيد جرينا عشان الناس برو تشحن منه. فري فاير وعندنا رول بوكس ديت انا ما بلعبهاش او روب لوكس تقريبا انا ما بلعبهاش. بطاقة بلاي ستيشن وبي بال طبعا انت كل اللي انك بتختار مسلا وليكن بي بال. وهاجي هنا هختار الفئة اللي انا عايزها زي ما انت شايف انا سحبت مسلا خمساشر دولار موجودين بخمساشر الف نقطة. طيب. هنينجي بقى للنقطة المهمة وهي الكوبون دي يا جماعة آآ هتلاقيت موجودة تحت هيات كوبونز. تمام? انت كل اللي عليك هنا الموقع بينزل كل فترة كوبونات ممكن انا هتلاقيني هتطهالك برضو في المدونة هناك في الربط بتاع الموقع هيتحدس بصورة على طول بصورة يومية او بصورة اسبوعية زي ما الكوبونات تنزل واي كوبونات هقدر اجيبها لكم من الموقع ديات كل اللي عليك انك هتاخد الكوبون هتحطه هنا هتاخد به مية متين تلتمية ربعمية نقطة مجانا فري. تمام? فتابعوا دايما الموضوع هناك عشان لو نزل في اي آآ كوبونات هكتب لك الكوبون هناك او هكتبه لك في الوصف تحت او في التعليقات. يعني زي ما تيجي يعني. هنخش هنا على عندنا هنا شركات. اولا زي ما انا قلت انا سجلت ودخلت بال سجل وخش بال تمام? اه هنا عندك هنا شركات زي وعندنا 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 ايات وعندنا اخر شركة دي تقريبا كده شركة استبيانات انا ما ليش دعوة بها خالص. انا اشتغلت على وعندنا اه واشتغلت على خلينا نشوف العروب بتاعت على فكرة هتلاقي عروض كتيرة جدا مش موجودة تقريبا كده معظمها اللي انا خلصتها لان كان فيه فترة طويل قوي قدر اشتغل فيها بصراحة تدين او زي الفل. تمام? ادي عندك اول حاجة عرض زي هتلاقيه باربعتاشر الف تمنمية وخمسين. زي ما قلت لك في الاول مفيش اي موانع مفيش اي ان شاء الله. مفيش اي حاجة هقول لك عليها ممنوعة او او الى غيره مسموح لك بالفي بي ان تشتغل على اي دولة انت عايزها. بس انا برشح لك اه المملكة المتحدة هي ديت اكتر دولة او اكتر سيرفرات ممكن تفتح معاك بدون اي مشاكل. اه كل اه حاجة بازن الله مسموحة ما عدا تحكير العروض. ما عدا تحكير العروض. ما عدا تحكير العروض. اديني كررتها كزا مرة. والعروض اللي مفروض بيقولك تخلص في تلات ايام او خمس ايام ما ينفعش تخلصها في ساعة او في ساعتين او في يوم. على الاقل خلص يومين. علشان لو انت خلصت في مدة اقل بكتير من ربع المدة اللي هو مدها لك مسلا. صدقني. للموقع هينفعك ولا اي حد ينفعك وهتاخد شارشباك رسمي. فاي عرض. مش عروض معينة. اي عرض. هيبقى مسلا يقول لك نفزه في تلات او خمس ايام. ما ينفعش يخلص في نفس اليوم. على الاقل خلص يخلص تاني يوم. علشان النقط توصل لك والسحب يوصل لك. زي ما انت شايف هتلاقي في عروض كتيرة جدا موجودة عندك. في عروض كازينو كتير انا نفستها. هتلاقي في عندك في الوصف تحت اللي الناس برضو اللي بتسألني. ازاي تكرر عروض اكتر من مرة ده للناس اللي بتسمعنا اول مرة. مفروض انت لو عملت اي لعبة من دول على تليفونك. مش هيسجل لك نقط. حتى لو خلصت اللي اللي انت عايزه. بيتطلب هنا انك تكون جديد او مستخدم جديد. فبالتالي لازم تكون اول مرة تستخدم اللعبة. هتلاقي عندك تحت ازاي تكرر العروض بتلات طرق او اربع طرق مختلفين. اختار الطريق اللي انت عايزهم. افضلهم حاليا يعني. افضلهم وفعموز برضو موجود كويس بس افضلهم حاليا هتلاقي تحت في الوصف ازاي تعمل الموضوع ده. عشان ما نتكلمش فيه كتير ونضيع وقت آآ على الفاضي يعني. آآ تانيك حاجة الناس برضو اللي بتسأل على العروض هتلاقي عندك معزم العروض اللي اللي نفستها على المواقع هنا واللي بنفسها على معزم المواقع هتلاقيها موجودة عندك في الوصف تحت. طريقة تنفيذ كل عرضة هتخش وتتفرج على الفيديو وهتقدر تنفذ العروض بكل سهولة. آآ مافيا سيتي يعني بص دور بقى في العروض عشان مش عايز ضايع وقتك بص ادي عرضة جميل برضو آآ فين كان تمنتاشر الف فين كان في عرضه تمنتاشر الف والله بس شعف هو فين. بس ما علينا. خلينا نخش على الشركة اللي بعدها. خلينا نخش على اجيت ميديا. اجيت ميديا على فكرة هنا فيها عروض كويسة جدا. آآ بنقطة عليها. آآ زي ما انت شايف ادي عندك هنا وتبدأ تشتغل عليها. عندك مسلا بعشر تلاف نقطة ديت زي العاب الكازينو هتلاقي تحت موجود عندك. او فيديوهات تقدر تخلص بيها النقطة بتاعة الالعاب الكازينو. آآ خش هنا على هنشوف العروض اللي فيها عاملة ازاي. في عروض كتيرة جدا مش موجودة لان انا نفستها الصراحة فمش هتلاقيها يعني. آآ معظم النقط معظم العرض اللي بنقطة عالية هي تنفزت. بس اكيد هتلاقي فيه نقطة تانية برضو يعني هي هتلاقي فيها العاب كازينو كتير وهتلاقي فيها اللعبة مثلا زي عندك ديت ما نصحش بيها لانها الفترة اللي فات دية بقت مهروشة ايوك بقت متهكرة كتير. فما نصحش بيها هو الموقع مش ممينة بصراحة بس انا ما نصحش بيها يعني. النقط هنا قليلا جدا في اوفر طورو يعني هنحاول نركز شوية على وهنحاول نركز برضو على وان شاء الله تقدر تجمع منها عشان ما تقولش كتير في الفيديو كل اللي انصحي بيه انك تشتغل على بعقل شوية والعروض بعقلين شوية ما ينفعش انك تخلص عرض بدري عن وقته وما ينفعش انك تهكر اي عرض. اشتغل بصورة زي ما بيقولوها كده جماع السوريين كده اشتغل بصورة نظامية وان شاء الله بازن الله النقطة بتاعتك هتتحسب لك والسحب بتاعك هيوصل لك الموقع دو تشغال بقى الفترة كبيرة جدا. وموقع متميز جدا 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 وصادق جدا 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 يعني يعني بدليل ان احنا من تسع شهور روات سحبنا منه والمرات سحبنا منه والحمد لله السحب وصلنا وناس كتير هتلاقيا سحبت منه وهلاقيهم بتاعت اكيب موجودين في التعليقات بيأكدوا على كلام ان هما سحبوا منه اول مرة وان شاء الله هيسحبوا منه لتاني مرة. يلا عايزكم تشتغل واقع الموقع بس بهدوء كده عشان ايه ما تضغطوش عليه ضغطة رجل من واحد فا يفايا سبق ديكو يعني. وانتظركم ان شاء الله في فيديوهات قادمة ان شاء الله معدنا بكرة مع موقع برضو كويس جدا جدا جدا. والمرحلة اللي جاية للناس المشتركة قديمة معي واللي هتخلي ناس تشترك في القناة صدقوني صدقوني المرحلة الجاية فيها نقلة كبيرة جدا ليكم انتم قبل ما تكون ليا. لان احنا دخلين على منعرك تاريخي كده هيغير مصاري الكوكب على الارض ان شاء الله. وهيبقى فيه ربح حلو جدا. فركز معنا ان شاء الله الفترة الجاية عشان نشاهي يا سالدنيا. منتظركم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. كان معكم اسامة. سلام.